أراضي شاسعة تابعة للمزارع التي تعرف بمزارع الكولون استغلها المعمرون في الفترة الاستعمارية لزراعة الحمضية والكورومة وقد اشتغل فيها الجزائريون أنذاك بعد الاستقلال اتخذ الكثيرون تلك المنازل مساكن للعيش فيها والأراضي للفلاحة لكن اليوم طفت على السطح قضية ترحيلهم منها هنا مقبل من الخمسينات كنا ساكنين هنا ثانية كنا سألقار في سوصان دوس كنا هنا في 2009 تقدمت مصالح بلدية زيرالدا لمزرعة بو عبد الله عمر سابقا لأخذ قياسات مساحات المنازل وذلك لتسوية وضعية الملكية لكن الأحواش التابعة للمزرعة صنفت كبيوت قصدرية تتطلب تهديمها وترحيل ساكنيها قرار رفضه السكان تغيير طبيعة عيش هؤلاء الذين خلقوا في أرض منحتهم القوت وإجبارهم على الاستقرار في العمارات والتأقلم أمر صعب هو تناقض دولة تسعى إلى تقوية اقتصادها المتهاوي من خلال إلاء الاهتمام بالفلاحة والفلاحين وفي نفس الوقت تختصب خيرات أرض لأجل تشييد مشاريع سكنية ترجمة نانسي قنقر